تختلف الغداد الجنسية بين الجنسين فهي المبيضان عند الأنثى والخصيتان عند ذكر أداء الغداد يبدأ الغداد الجنسية يبدأ عند البلوغ ومن أهم الهرمانات التي تفرزها الغداد هرمون التستستريون التستسترون لدى الذكور هو هرمون الأيستروجين لدى الإناث وأهم وظائف الهرمانات الجنسية نمو الأعضاء التناسلية ونضجها وظهور الخصائص الثانوية لدى الجنسين بيؤدي إلى الخلل في معدل إفرازات هذه الهرمونات إلى أثار سربيع النمو الانفعالي والنفسي ومدى تقبل الفرد لذاته لدور الجنسي نيجي للغدة التيموسية تقع في التجويف الصدري وتدعى هذه الغدة بغدة الطفولة لأنها تكون بس في مرحلة الطفولة كبيرة الحجم وناشطة وأثارها غير معروف حتى فترة ليست ببعيدة يعني لها من فترة أنه الأثر بتاعها فعليا ما كانش محدد لكن في وجود الأبحاث المتقدمة في العصر أكدت أن الغدة التيموسية هي مصدر كرات الدم البيضاء الضرورية طبعا لإيه؟ لحالة المقاومة ضد الأمراض الغدة الصنوبرية توجد الغدة الصنوبرية في قمة الجزء الخلف للبطين الثالث بالمغ أعلى الغدة النخامية طبعا شكلها زي حبة الفاصولية وكانت وظائف هذه الغدة غير معروفة وخفية حتى فترة قريبة الدراسات أخذت طرق الضوء عليها وكشفت النقاب عن إنها تفرز هرمون الميلاتونين الذي يساعد في تنظيم مستويات النشاط خلال اللوم مستويات الضوء المتزايدة في الصباح يتسبب في قلة إفراز هرمون الميلاتونين ونتيجة لذلك ترتفع درجة حرارة الجسم والكائن بنشط ويستيقظ ويستعد ليوم جديد لكن مع نهاية اليوم تتناقص كمية الضياء تبدأ الغدة في إنتاج كميات أكبر من الميلاتونين يعني تبدأ إفراز الميلاتونين في حالة قلة الإضاءة الذي يخفض بدوره درجة حرارة الجسم ويقلل من نشاطه استعداداً للنوم البعض يفترض أنه اللي بعانوا من اضطرابات الفعالية موسمية كالإتئاب في شهور الشتاء المعتمة قد يكون سببها إفراز هذا هرمون الميلاتونين كما أنه كمية إفراز هذا الهرمون بالدم بتزيد لدى الأطفال منها لدى الكبار حيث يصل أقصى حدودها في سن العشر سنوات وتستمر حتى سن البلغ ثم تأخذ في الإنخفاض التدريجي مع تقدم العمر حتى تصل إلى أقل مستوى فيما بين سن الخمسين والستين عام نيجي إلى المحددات البيئية للصحة النفسية طبعا تاريخ علم النفس شاهد صراع عنيف بين أنصار العوامل الورثية والعوامل البيئية اللي هذه العوامل أثرت على تشكيل السلوك الإنساني ويرجع هذا الصراع إلى عدم وجود دراسات تجربية جيدة التصميم تتحكم في عزل وتثبيت المتغيرات المتعددة اللي أثرت على السلوك الإنساني أيضا كمان النقطة التانية أن المذاهب الفلسفية والاتجاهات الفكرية للباحثين والعلماء في مجال السلوك الإنساني منهم من اعتقد أن دوافعنا ومقدراتنا العقلية ومواعبنا وأنماط شخصياتنا بل وأمراض النفسية والعقلية مورثة والطرف الآخر اعتقد أن شخصية الفرد بمختلف جوانبها وأبعادها هي نتاج كانت للظروف والتنشئة الاجتماعية والتربية البيئة طبعا زهران حامد زهران عرفنا البيئة أنه كل العوامل الخارجية اللي بتأثر يعني العوامل الخارجية شو هي البيئة المحيطة مجموعة الرفاق تنشئة الاجتماعية البيئة الميتافيزيقية العوامل الفيزيائية كلها التي تؤثر تأثيرا مباشرا وغير مباشرا على الفرد منذ أن تم الإخصاب منذ أن كان في البيئة الرحمية وتحدث العوامل الوراثية وهي تشمل بهذا المعنى العوامل المادية والاجتماعية والثقافية والعضرية والحضرية وأيضا تتحدث بجميع العوامل التي تؤثر على خصائص الجنين بعد لحظة إخصابه مباشرة داخل البيئة الرحمية وبعد ميلاده طفلا تؤثر على نموه وإمكانياته وسلوكه خلال جميع مراحل عمره حتى انتهاء حياته بين هذه العوامل عوامل ما قبل الولادة طبعا ما قبل الولادة معناه إحنا نتكلم عن البيئة الرحمية العوامل اللي كانت محيطة بالجنين أثناء الإخصاب وأثناء نموه في المراحل الأولى وطبعا في مراحل الحمل حالة التغذية للأم حالات المفعلية للأم بعض الأدوية العققير الأحوال اللي تعرضت للأم سواء كانت أحوال نفسية سليمة أو نفسية متهضة أو نفسية قلقة تعرضة للإصابات للإجهد البدني الإنهاك العصمي النقطة الثانية العوامل الورثية وطبعا العوامل الورثية تتعلق بتوقيت عملية الولادة وظروفها مثلا الولادة المبتكرة المبكرة المبتسرة يعني قبل أوانه الأطفال اللي كانت عندهم عدم اكتمال وطبعا الولادة الطويلة أو العسرة والمتأخرة استخدام آلات الشفط أو آلات ميكانيكية معينة تم استخدامها استخدامها في سحب الجنين اللي أثرت على الأوعية الدموية النزيف أيضا ما تعرض له الجنين أثناء الولادة كانت دوسليمة أو كانت إلو نقص أكسجين وهذا طبعا أحيانا بتعمل عنده نوع من العلاقات أو التلف في خلايا الدماغ بعض العقاقير اللي تم استخدامها اللي تم استخدامها أثناء الميلاد وكانت كلها إلها أثار سلبية أو بصورة مؤقتة أو مستديمة عوامل النقطة البعدة عوامل ما بعد الوراثة بعد الميلاد يعني بعد ميلاده بتبدأ البيئة الطبيعية من حوله المادية وأثرت العوامل الجيغرافية الخاصة بالتقص والضغط الدول الجو والتضاريس والأرض كلها بدرجة كبيرة على حياة الأفراد والجماعات تجد أن الموجودين في مناطق حارة تجدهم سريعين البلوغ أكثر من مناطق الباردة أيضا أثرت عليهم في ظهور في ظهور الآن